نقطة مهمة جداً كانت موجودة في الفيديو عندنا دول كتيرة جداً من الدول المصنفة أنها دول منتجة ومن الدول الكبرى المنتجة للمواد البترولية أسعار البنزين فيها مرتفعة ومرتفعة مش من دلوقتي ده من شهر واحد وشهر اثنين اللي فات مقارنة بالأسعار عندنا فإحنا بنسبالهم يعني حتى الآن إحنا بنسبالهم بعيد وهنأرض على حضراتكم دلوقتي مجموعة من البيانات بتوضح الكلام ده عشان كده لجنة تسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق تسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عاقب انتهاء شهر يونيو الماضي كانت ده توصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وده في الربع الثالث من العام 2022 من يوليو لحد سبتمبر الأسعار دي مستمرة خلال الثلاث شهور دول تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من النهاردة الساعة 9 الصبح كان 8 جنيه للتر البنزين 89 جنيه 25 قرش للتر بنزين 92 و10 جنيه 75 قرش للتر بنزين 95 ده البنزين الوحيدة لزاد جنيه وده كان بالنسبة لي تلت أنواع سعر بقى السولر والكيروسين وصل ل7 جنيه وربع للتر وزيادة سعر طن المزوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن عشان يوصل الطن ب5000 جنيه وسبات أسعار المزوت المورد لصناعات الغذائية والكهربائية في مجموعة برضو من التساؤلات لازم نكون فاهمينها أول حاجة السولر متسبت ليه بقاله 30 شهر ليه بقالنا سنتين ونص السولر متسبت ده ليه؟ ده عشان نخفف الضغط على الناس الأوضاع المعيشية الناس برضو تقدر تعيش عشان الأسعار ما ترتفعش لكن في الوقت الحالي الدولة مجبرة أنها ترفعها بسبب إيه؟ بسبب تطورات العالمية إحنا شفنا الفرق من خلال هذا الفيديو ما بين الدول من أوائل الدول المنتجة للمواد البترولية أسعار البنزين والسولر فيها عامل إزاي أغلى من مصر بكتير جدا إحنا بننتج أو بننتج لكن في النهاية إحنا بنستورد أكتر ما بننتج عشان كده إحنا زي دول كتير جدا خلال الفترة الحالية مهتمين بحاجة مهمة جدا وهي تحقيق الاكتفاء الزاتي من كل شيء سواء من سلع غذائية أو مواد بترولية وخلافه ده ليه؟ لأن إحنا شفنا الأزمات العالمية بتعمل فينا شفنا الحرب التجارية ما بين أمريكا والصين عملت فينا شفنا كورونا عملت فينا وفي باقي الدول الدول قفلت على نفسها وقالت أن منتجاتها اللي هي بتنتجها هي أولى بيها مش عارفين الدنيا رايحة لين شفنا الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة واللي أثرت على الكل وطبعا إحنا بيتمنى أنها تنتهي لكن ما تتخيلوش أنه بمجرد انتهاء هذه الأزمة أن الوضع هيرجع زي ما كانوا هيرجع بسرعة لا ده هتسيب أثار كمان هتعالج لسنين زي ما الخبراء بيقوله تعني شوف مع بعض الصور كده اللي هتوضح برضو ليه؟ الدولة رفعت سعر السولر والمواد البترولية رفعنا سعر السولر عشان تمن النفط بيرتفع في العالم كله زي ما قلت لحضراته وبيرتفع بشكل سريع كمان يعني إحنا قلنا أنه بالنسبة كنا قلنا من 60 ل70 دولار عفوا برميل النفط وصل لكيام وصل ل120 دولار فليه مصر كل شوية بتقلل الدعم عن المواد البترولية ده سؤال الناس بدأت تقول هو كده أنتوا بترفعوا الدعم واحدة واحدة لا خالص ده ملوش علاقة برفع الدعم ده من الموازنة زي ما قلنا وصلنا لي 30 مليار جنيه مخصصات لدعم المواد البترولية فهنا ما فيش أي نوع من أنواع رفع الدعم عن البنزين وخلافه طيب هل بنقلل الدعم بالعكس؟ ده الدعم بيزيد الدعم بيزيد لكن السعر العالمي هو كمان بيزيد فنتيجة لده إيه؟ هو اللي احنا شايفينه دلوقتي 10 مليار جنيه زيادة في الدعم من السنة اللي فاتت من مخصصات السنة اللي فاتت للسنة دي طبعا بكل تأكيد زي ما حضراتكو شايفين برضو بعض التساؤلات ناس بتقول يهي الدولة قررت دلوقتي أنها تقلل الدعم عن السولار ده زي ما قلنا أنه هو مش تقليل الدولة حفظت على هذا الدعم لمدة 30 شهر بدون أي تغيير على الرغم من زيادته على مستوى العالم كله لأكتر من الضعف لكن الدولة كانت بتحاول قدر الإنكان أن هي ما تأثرش على المواطنين وما تأثرش على أنواع تانية من الدعم زي الإسكان الاجتماعي، دعم السلعة التامونية قروض ميسارة، علاج على نفقة الدولة وغيرها كمان من أشكال الدعم اللي بتقدمه الدولة للمواطنين مواطنين موسيقى